رجعني يا جماعة الآن لدي مسجلون وبناء على قرار المجلس السابق الأخ علي الدقباسي مؤيد ولا معارض للإستجواب عط علي الدقباسي مؤيد تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق واحد ما يسي إلى اثنين حق أبلج كما يقول التنفيع واضح تماما ما هو محتاج تقارير ولا جلسة وكلها اللي كويت يعرفونه ويشوفونه بالشراخيات وبالحفلات وبالإسراف غير المبرر لك الرئيس لن نكون شهود زور ولا بارك الله فيها الكراسي اللي أمس انتصار عليها وما ننطق بالحق وندافع عن بلدنا وعن مصالح الأمة وأموالها وحرياتها والمشرع قال أقسموا بالله العظيم أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله حريات الشعب ومصالحه وأمواله قدم الحريات في أحد بالكويت ما يعرف المساس الشديد بالحريات كل المؤشرات تقول الدولية هناك تراجع بالحريات هناك أقلاق صحف هناك تكميم أفواه من هو محتاج أن نتكلم في هذا الشيق لا في قاية البساطة ولن أكون شاهد زور وسأنطق إن شاء الله بالحق وأقول التالي باسم الشباب وباسم مصلحة الكويت تم اهدار الأموال شباب الكويت اليوم محرومين من الرياضة محرومين من الوظيفة محرومين من مساحة كبيرة من الحرية كان يتمتح فيها جينة والجينة لقبلنا شباب الكويت يحانون من تفشي المخدرات يحانون من تدني روح المواطنة وقياب الدولة يحانون من مساس شديد في الوحدة الوطنية يحانون من مجتمع مختلف نحن معشناه باسم الشباب أنشئة وزارة هذه الوزارة بأهدافها تتكلم عن الشباب جميل تمام أول مبنى للوزارة في الحمر مول في أقل مبنى بالكويت بالشيء الفلاني أليس هذا بحد ذاته إهداراً للمال العام وين الهيئة العامة للشباب والرياضة وين وزارة الإعلام وين مباني الحكومة ليش ما تأخذون مدرسة من المسكرة وتسوي لها صيانة وتقعدون ليش الهدر وبالحمرة هل هذا متنفيع يعني إحنا شلون بالله يعني الفساد أخضر أحمر أصفر لا والله لن نقبل ولن نكون كالدمع أو قطع شطرنج تنفيع مؤتمرات سفرات جنيف وأمريكا مكالمات ومسجلة بتقريب ديوان المحاسبة وهذا هو موجود إلى الآن اللي حقونكم فيها ما اندفعت كلنا باسم الشباب هدايا وساعات ومؤتمرات ومستشارين وافدين وين هم وين هالجهاز والصرف هذا كل ما حسن صورة الكويت اللي حسن صورة الكويت الحرية اللي حسن صورة الكويت الديموقراطية اللي حسن صورة الكويت هالشباب اللي اليوم عليهم غضايا أمنية ويعاقبون كل يوم نروح حق خالد الجراح وأنا أشيد في أخلاقه ونقول له ونقول له هذالي شباب يبدو تشيرون لكلية شرطة ولا شرطي ولا وكيل عليف يقول عليك خيط أمني كويتي أمه وأبوه كويتيين بالتأسيس جدانهم حاربوا ودافعوا عن البلد يمنع من دخول الكلية لأنه كان له رأي هذالي هم شباب الكويت اللي دافعوا عن الدستور وعن الحرية واليوم يعانون من القيود الأمنية اللي عليهم هذا كلام لازم تسمعونه في السطر الأول وتفهمونه أيضا لأن هذا هو الواقع أنتم في قيبوبة بعيدين عن الواقع الواقع أرقامكم تقول تفشت المخدرات والبطالة وتفشت جرائم في المجتمع حتى وصل الأمر إلى أن يكون في قانون ستعش سنة نعدم المجلم وين الرايحين شو صاير الفساد نواب يقولون أنت معين مستشارين هالكثر وين الرد برامج طبخ بليون دولار وين الرد نحن هنا مطلوب مننا أن نقول الحق الناس أملها في هذا المجلس أن يقول الحق وأملها أيضا بالأخوان بالحكومة لازم يقول لكم دور أما نجي ونحول الاستجواب إلى مسألة شخصية لا الناس كلها عارفة عارفة الصراعات داخل الأسرة وعارفة اللي قاعد يصير ومن اللي تم استخدامها ومن المقردين أي مقردين مقردين كل يوم يسبوننا سنين ننسب وننشتم ما عمرنا رفعنا غضية لأن هذا رأي آخر محترمة قلط عليك روح المحكية مشتك عليه ما رفعنا غضايا ما حسلنا صورتنا لأن هذه الكويت رأي رأي آخر من يسيء يعاقب والناس والناس تعرف اتميز بين القث والسمين وما عند الله خير وأبقى الله سبحانه وتعالى يشوف لا تصدق إن أحد يظلم المسلمين الله سبحانه وتعالى يعتقه لخي الرئيس هذا الاستجواب إن كان يتعلق في الجانب الرياضي أنا ما توليته لأن مسألة الرياضة برمتها دليل عجز نحن كدولة عاجزون بعد الإيقاف شنو في في شاطب طيب شلون منشطب يعني ونظل أنت خانق هنا أنت مع زيد وهذا مع عبيد لا يا أخوي حنا مولا معسكر هذا لهذا أقسم بالله ولائي فقط لله عز وجل ثم لي وطني ولسمو الأمير وحده ما في أي معسكر ثاني هذه الكويت لها شهداء ولها تاريخ ولها شباب ولها ناس ضحوا بأرواحهم عشان حنا نستمتع مو عشان نحن هنية نسوي شلة نواب يحاولون يغيقون لاستجواب هذا كلام مخفوق لحظة لحظة أخ عسكر زميلك تحدث أخ عسكر زميلك تحدث أنا وقتي أحافظ عليه الشباب اليوم اللي الكل يتحدث باسمهم وينكم عن الواقع متقاعد مسكين كويتي يصرف لعلى ثلاثة أربعة اللي مهندس واللي محاسب ما لقوا وظايف ما لقوا ملعب زين ما لقوا مساحة بالحرية الناس قامت تخاف تكتب تغريدة يكتب التغريدة ويرجع يمسحها يخاف يتم القبض عليه شو مسوي الشعب الكويتي يحب حكامه ويحب بلده لكننا شعب جبل على الحرية ولن نفرط فيها وسندافع عنها أما تقولي تغريدة دوان محاسبة محاكم الكويت كل يوم تبطل قرارات الحكومة والحكومة ما هم ملائكة بشر يخذون قرار قلط يتعدل يتصلح لكن ماكو تنفيع لا والله التنفيع موجود واللي ما يقول الحق ما فيه بركة لخ الرئيس احنا اليوم أمام مفترق طريق أمام مرحلة جديدة أمام مرحلة دعينا فيها إلى مبادرة وطنية نتخلص فيها من أعباء الماضي ونقفز للمستقبل ما ننتظر إننا نجي ونحول العلاقة بين المجلس والحكومة إلى علاقة مصارعة كيف يقول الوزير انتم المشرعين وانت شنو ممشرع انت عضو مجلس أمة ستعش وزير عندكم كتلة كاملة وتقدمون مشاريع وكي يعرف الناس لكم مشاريع مقدمة جيبوا ش عندكم حلوا مشكلتنا حلوا مشكلة الشباب مو مؤتمرات وشركات وعقود وتنفيع ومستشارين اللي معاكم زين واللي عنده رأي ثاني دوس بطنة ما سولى على غيد أمني هذا اللي قاعد يصير أنا أتمنى من الله أن نطلع مستفيدين من هذا الاستجواب الاستفادة شون تصير أن نعرف خارج الطريق وين رايحين رايحين لرفع بيرق الكويت رايحين لوقف حنفيات الصرف اليوم أنت تزيد الكهرباء وتزيد البنزين على الناس وترهقها وتسحب الدعوم وتروح تأجر بالحمرة مهول يعني الناس ما عندها عيون اليوم النواب مسؤوليتهم مضاعفة الناس تتكلم في المقاهي وفي المنتديات وتقول لكن ما عندهم صلاحية الصلاحية هنيه في مجلس الأمة الصلاحية هنيه والصلاحية لا يجب أن نتعسف فيها يجب أن نوجهها في التوجيه الصحيح وليس هناك توجيها صحيحا أمام هذه المخالفات الجسيمة إلا تأييد الاستجواب والوزير في ردودة ما قدم ردود على بعض ما أثير من الأخوة المستجبين شي المطلوب مطلوب يصير في ضغوط لا لا ترى ما عندنا شيء انخسره الله ثم الكويت والكويت اليوم أكرر أمام مفترق طريق إذا صمتنا راح تروح لمزيدا من الفساد وتكميم الأفواه والتنفيع واللي معانا بيحوش واللي ضدنا ترى بيصير عليه قيد أمني شككوا الناس في بعضها بعض احنا نروح نقول حق وزير الداخلية هذا شاب بكويتي بيدش ربما يستعجب البعض اش حق أكرر هذا كلام لأن هذه وقاع عيشها وقاع عيشها احنا أمام ناس خلنا بالمحاور معالك احنا في المحاور والمحاور تقول أن هناك أسئلة طرحت من السادة أعضاء مجلس الأمة الحين الحميدي جاء قال يقول لي أنا محامي الوزير ذاته ذاته في رئيس نادي الرماية طيب حنا عندنا مشكلة احنا عمي لا تبع الحميدي ولا تبع ولا تبع سلمان ولا تبع زيد ولا عمر احنا الله ثم الكويه ثم الأمير الناس محبطة الناس محبطة الناس تريد حلول حلول ميزانياتكم تضاعفت اكثر من ثمانتعش مليار كويتي احنا وحنا عادزين عادزين عن شنو عم بغضايا بسيطة ونجي نخالف الواقع ونقول والله لا والله ماكو فساد بالكويت مؤشرات الفساد ارتفعت عندنا هي المكافأة الفساد إلى اليوم الناس ما تعرف من الفاسدين إلى اليوم الناس ما تعرف القبيضة من الفاسد خلينا نعرف أنا لا ألمح وخلي اسمعني سلمان الحمود لا ألمح إنه هو من الفاسدين حشا لله حشا لله هذا رجل مصلي وانا اشهد فيه لكن احنا هذا كلام ما يكفينا الحب وحده لا يكفي احنا نريد إجراءات نريد إجراءات هذه المخالفات ديوان المحاسبة أمنا الأخير أمنا الأخير طوق النجاح طبقوها والله لو كويتي علي دينارين امسافر العمرة ردوه مناك والله لو شاب من هالشبان طافل شهر حمرة احبسوه وسووا الاجراء وقالوا القانون ونقول على رأسنا طيب وهذا اللي يوقع عقود وهو بالوزارة عندكم يوقع عقود مع شركات يعرفها شون صاير أخضر أحمر شون يعني يعني شون تم نسكت لا ما احنا ساكتين وراح نتكلم وراح نستجوب وراح نمال الصلاحياتنا هذا وضع ماهو طبيعي عليكم أن تعدلوا خارطتكم الناس ما تبي شيء الناس طمعانا أن تجد الكويت اللي كنا عليها وأننا نمشي على خارطة وانا اعتقد مجرد مناقشتنا لقضية الرياضة اليوم هي عجزنا إذا كانت الحكومة تصيح عجزة والنواب يستجوبون من يحل مشكلتنا؟ من حق الروح؟ وين الروح؟ المسألة قاية في البساطة لا بد يكون هناك في حساباتكم قضية واضحة شديدة للوضوح الشعب الكويتي انتبهوا يا أخوان خمسين في المية مننا تحت سن العشرين يعني أنت أمام مجتمع شاب مجتمع جاي يبي حرية يبي يتنفس يبي يؤمن بالدولة ومؤسسات الدولة اليوم الناس قاعدين يقولوا لهم أخي لا خلوا لا أكل الناعب عشان هو اللي يوفق طرى الناعب هو اللي يوفق هو اللي يودك علاج هو اللي يسوي لك ما يش سوي لك لا 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 حديقص عليكم الله ثم الكويت الله يعز الكويت والله ما منعز إلا في عز الله ثم عز الكويت وبناء عليه ومن هذا المنطلق أتمنى تتحول هذه الجلسة إلى خارج الطريق أما أننا نلجع للمربع الأول ونقول لا والله ننكر واقعنا لهذا واقعنا واقعنا تم تراجع الكويت واقعنا تم فيه ما لم نتوقع في يوم الأيام من أن نشهده سعب جناسي المواطنين واقعنا غير لا يا أبو علي أنا قاعد أقولك شيء من واقع أنا عشته ماشي حقك عندك باشي الرد على الخطاب الأمير يقول للي تبي لا قلت لي أبي الله أقوله قلت أبو علي بس الغضية مو هاللون الغضية لابد تكون فيها نظرة شاملة نظرة من حكومة يفترض فيها أنها تجد حلول لمشاكلنا حل مشكلة الرياضة من اليوم الوزيري حشي ما قال لنا شلون بله بيحل المشكلة خل عنك المستجوبين وبعدين وبقية القضايا ما قال لنا التنفيع اللي صاير عنده مخالفات يعطون مبادرات فلوس يوزعون فلوس مبادرات وين راحت البيزات من فلوسها هذه فلوس الحكومة لا مو فلوس الحكومة هذه فلوس الكويت وسنظر المدافعين عنها طبغا لأحكام بالقسم الدستوري هذا والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واسأل الله عز وجل إن نطلع من الحالة أمنا الاحتقان إلى مصلحة بلدنا